بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد اثنين معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجان في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق تعرفنا على دور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدلة بعد ذلك تطرقنا إلى فوائد الطاقة الذرية وذكرنا بأنها تعد الطاقة الذرية طاقة منخفضة التكاليف حيث إن إنتاج الطاقة منها رخيص نسبيا وتكاليف تشغيلها منخفضة وكذلك تعد طاقة موثوقة بمعنى أنها مصدر موثوق للطاقة دون توقف كذلك لا تسبب انبعاثات كربونية تؤدي إلى تغير المناخ أيضا ذكرنا من ضمن فوائد الطاقة الذرية بأنها انبعاثات منخفضة الكربون وكذلك الموثوقية وكذلك عملية استقلال الطاقة والتطورات التكنولوجية بعد ذلك تطرقنا إلى عملية الربط مع الكيميا وذكرنا بأن الذرة أصغر جزء من العنصر الكيميائي وتتركب من النواة والإلكترونات والبروتونات والنيوترونات بعد ذلك تعرفنا عزائي الطلبة على أضرار الطاقة الذرية وذكرنا بأنه على الرغم من وجود العديد من المزايا لاستخدام الطاقة النووية إلا أن هناك آثار سلبية لها ومن هذه الآثار السلبية الأثر البيئي وذلك من خلال التعديم وتصريف المياه والاستهلاك الكثيف للمياه في المفاعلات وكذلك خطر الحوادث النووية مثل تسرب الإشعاعات الضارة وكذلك مشكلة التخلص من النفايات المشعة حيث تظل هذه النفايات مشعة لآلاف السنين وهي أيضا وذكرنا بأنها هي أيضا طاقة غير متجددة لأن الوقود النووي المستخدم في المفاعلات النووية هو اليورانيوم وهو محدود وعندما يتم تعدينه باستمرار تستنفذ الكمية المتاحة منه ولا تتجدد خلال حياة الإنسان في موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة جيولوجية المملكة العربية السعودية في البداية دعونا نتعرف على الفكرة العامة تقع المملكة العربية السعودية ضمن الصفيحة العربية التي تضم كل من الدرع العربي والرف العربي الذي يحتوي على مخزون كبير من النفط والمياه بعد ذلك دعونا نتعرف على حقائق جيولوجية بداية انفصال الجزيرة العربية عن قارة أفريقيا في حين الأيوسين كذلك تنقسم الجزيرة العربية إلى كتلتين كبيرتين يمثل الرف العربي ثلثي الجزيرة العربية بينما الدرع العربي يكون الثلث أو يكون الثلث المتبقي وجود مخزون من المياه الجوفية في صخور متكونات الرف العربي بعد ذلك لدينا هنا تجربة استهلالية أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على هذه التجربة وهي تحديد أقسام الجزيرة العربية جيولوجية تنقسم اليزيرة العربية جيولوجيا إلى كتلتين كبيرتين هما الدرع العربي والرف العربي الخطوات اقرأ تعليمات السلامة في المختبر تماعا في الخريطة التي أمامك ثم وضح على الخريطة حدود الدرع العربي والرف العربي من خلال الشكل أمامنا نستعين بشكل آخر يوضح لنا عملية أو توزيح الرف العربي أو عملية توضيح على الخريطة المملكة ما بين الرف العربي والدرع العربي في التحليل سجل ملاحظاتك حول النسبة التي يشكلها كل من الدرع العربي والرف العربي من مساحة الجزيرة العربية الجواب على ذلك يشكل الدرع العربي تقريبا حوالي ما يزد على 32% من مساحة الجزيرة العربية بينما يشكل الرف العربي حوالي 68% منها تقريبا استنتج نوع صخور كل من الدرع العربي والرف العربي معظم الصخور التي يتكون منها الدرع العربي هي مجموعات من الصخور البركانية والجوفية التي نشأت في أقواس بركانية محيطية وفي مساحات واسعة من الصخور البركانية والرسوبية التي ترسبت لا توافقية عندما نذكر عملية الترسب اللا توافقي أي عملية الترسب ما بين صخور بركانية وصخور رسوبية وكميات كبيرة من المتداخلات الجرانتية أما بالنسبة للرصيف العربي أو ما يعرف بالرف العربي يحتوي على تتابعات رسوبية فتاتية وجيرية ومتبخرات تميل بدرجات خفيفة نحو الشرق مبتعدة عن الدرع العربي مكونة من صخور رسوبية في صخور المملكة العربية السعودية في البداية أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على الأهداف سويا تقارن أو تقارن ما بين الدرع العربي والرفع العربي وصخورهما توضح أو توضح سبب تكون الحرات وانتشارها في الجزء الغربي من المملكة تلخص أو تلخص كيف تشكلت الكثبان الرملية تميز أو تميز ما بين السباخ الساحلية والسباخ الداخلية في مراجعة المفردات لدينا المتبخرات هي عبارة عن صخور رسوبية ترسب المعادن المكونة لها كيميائيا من خلال تبخر الماء وتركيز الأملح أما بالنسبة للمفردات الجديدة لدينا الدرع العربي والرفع العربي سوف نتعرف عليها في درسنا لهذا اليوم أما بالنسبة للحرات والكثبان الرملية والسباخ سوف نتعرف عليها في درس لاحق الفكرة الرئيسة لموضوعنا لهذا اليوم تقسم صخور المملكة العربية السعودية حسب نشأتها إلى عدة أقاليم من أكبرها الدرع العربي والرفع العربي في عملية الربع مع الحياة عند سفرك بالطائرة من الرياض إلى جدة تشاهد بعد الإقلاع بقليل من خلال نافذة الطائرة أن اللون السائد على الصخور هو اللون الفاتح هذا هو الرفع العربي وبعد نصف ساعة من الطيران تلاحظ حدوث تغير في ألوان الصخور حيث تصبح سوداء اللون مما يعني أن الطائرة تحلق فوق الدرع العربي عناصر درسنا لهذا اليوم الأقاليم الجيولوجية المكونة للمملكة العربية السعودية في البداية أعزائي الطلبة سؤالا للتفكير ما نوع الصخور المكونة للرفع العربي في لقاليم الجيولوجية المكونة للمملكة العربية السعودية يقسم الجيولوجيون المملكة إلى أربع أقاليم جيولوجية بالنسبة لصخورها وهي إقليم الدرع العربي أو صخور القاعدة وإقليم الرف العربي والذي يعرف أيضا باسم الرصيف العربي وإقليم البحر الأحمر وإقليم الحرات ويضاف إلى هذه الأقاليم إقليمين مهمين هما إقليم الكثبان الرملية وإقليم السباخ في البداية أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على إقليم الدرع العربي في هذا الإقليم يقع أغلب إقليم الدرع العربي في غربية المملكة العربية السعودية وهو ضيق الاتساع في الشمال كما هو واضح معنا في الشمال والجنوب وإذ أن عرضه في الشمال لا يتعدى 50 إلى 100 كيلو متر وفي الجنوب يراوح اتساعهما بين 250 كيلو متر بينما يصل أقصى اتساع له في الوسط إلى نحو 700 كيلو متر وتبلغ مساحة الدرع العربي في المملكة العربية السعودية حوالي 630 ألف كيلو متر مربع أي ما يزيد على 32% من مساحة المملكة العربية السعودية كما هو واضح معنا في الشكل واحد ستة نلاحظ بأن هذه المنطقة هي ما يعرف به الدرع العربي أيضا هنا تشمل صخور للدرع العربي وقد تعرض الدرع العربي لدورات تكتونية وحركات بناء وهدم متلاحقة ويعتقد بأن تكون الدرع العربي قد اكتمل خلال الفترة ما بين 550 إلى 1150 مليون سنة أي أن استقراره استغرق حوالي 600 مليون سنة وينكشف أوضح تماس بين صخور الدرع العربي وصخور الرفع العربي الذي يقع إلى الشرق منه عند مدينة القوعية التي تقع إلى الغرب من العاصمة الرياض بحوالي 180 كيلو متر حيث تظهر صخور الرفع الرسوبية الفاتحة اللون فوق صخور الدرع النارية والمتحولة الداكنة اللون وتشير الدراسات الجيولوجية عزائي الطلب إلى أن صخور الدرع العربي تكونت بسبب اندفاعات من كتل من صخور نارية جوفية وصخور سطحية بركانية وكذلك صخور رسوبية قديمة ثم بعد ذلك تعرضت هذه الصخور لعمليات بنائية معقدة ليتحولوا بعضها إلى أنواع أخرى من الصخور تعرف بالصخور المتحولة والدرع العربي أعزائي الطلبة غني بثرواته الطبيعية المعدنية وخاصة الفلزية منها على سبيل المثال كالذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد وغيرها كما أنه غني بصخور البناء والزينة كالجرانيت والرخام وغيرها كما يوضح لنا الشكل 2-6 خريطة تبين غناء الدرع العربي بالفلزات الاقتصادية كما هو واضح معنا في هذا الشكل وهنا المفتاح بنسبة لي الخارطة ويبين لنا الألوان الموجودة في الدرع العربي وهي عبارة عن فلزات اقتصادية ويقسم الجيولوجيون أعزائي الطلبة الدرع العربي إلى ثمانية أقسام جيولوجية دعونا نتعرف على الثمانية الأقسام سوية أعزائي الطلبة أولا لدينا قليم أو ما يعرف به عسير حيث يحتوي على صخور البازل والأنديزايد والصخور الرسوبية ويتراوح عمرها ما بين 800 و 950 مليون سنة أما بالنسبة للحجاز حيث يحتوي على الصخور النارية كالجرانيت والبازلت ويقدر عمرها بحوالي 805 مليون سنة بعد ذلك لدينا القسم الثالث مديم هو أقل الأقاليم وضوحا من النواحي الجيولوجية التكتونية نظرا لتعرضه للتهشم الشديد والإزاحات ويقدر عمره بحوالي 680 مليون سنة رابعا عفيف يحتوي على صخور إجرانيتية حديثة نسبية عمرها أحدث من حوالي 580 إلى 640 مليون سنة كما يحتوي على تتابعات من صخور بركانية وكذلك صخور رسوبية خامسا الرين أو البدع أصغر الأقاليم في الدرع العربي مساحة ويقع في الطرف الشرقي للدرع ويحتوي صخورا جوفية وكذلك صخورا متطبقة سادثا جدا يحتوي على صخور الأندزايت والبازلت والصوان والرخام سابعا الدوادمي يحتوي صخور الجرانيت والصخور المتحولة ثامنا حائل يحتوي على العديد من الصخور مثل صخور الريولايت والصخور الرسوبية الفتاتية والمدملكات أي بمعنى الكنجلوميرات حيث أمكن قياس عمر الصخور الريولايت بواسطة نظائر البوتاسيوم والأرغن ب572 مليون سنة كما هو واضح معنا في الشكل 36 خريطة توضح موقع أقاليم الدرع العربي وهنا في هذه الخارطة تتضح معنا أكثر لدينا هنا بمدين ولدينا هنا أقليم الحجاز وأقليم حائل وأقليم الدوادمي والريم وأقليم عفيف وعسير وأقليم جدا وأقدم الصخور أعزائي الطلبة الجرانيت والنيس والشست المنكشفة في الدرع العربي وتقع جنوب عفيف وشمال وادي الدواسر تعرف بجبل جذع حيث أشارت نتائج دراسة النظائر المشعة لعناصر اليورانيوم والرصاص والبوتاسيوم والأرغن إلى أن عمرها يصل إلى أكثر من 2000 مليون سنة كما هو واضح معنا في الشكل 4-6 يوضح لنا جبل جذع بعد ذلك أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على إقليم الرفع العربي إقليم الرفع العربي يقع إلى الشرق والشمال والجنوب من الدرع العربي ويشكل نحو ثلاثي مساحة شبه الجزيرة العربية وقاعدته إقليم الدرع العربي نفسه والرفع العربي هو تتابع من الصخور الرسوبية التي ترسبت على اليابسة وفي المياه الضحلة وتمتد أعمار صخور الرفع العربي من العصر الكامبري إلى الفترة الحديثة أي أن أعمارها أقل من 540 مليون سنة كما هو واضح معنا في الشكل 1-6 ونلاحظ هنا تحديدا منطقة الرفع العربي تميل طبقات صخور الرفع العربي باتجاه الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي أي بعيدا عن الدرع العربي ويكون ميلها خفيفا بحيث يتراوح سمكها بين الصفر في الطرف القريب من الدرع العربي في الغرب إلى نحو 6000 متر في حوض الخليج العربي والربع الخالي وتتكون الصخور الأقدم التي ترسبت خلال حقب الحياة القديمة من الحجر الرملي والطفل والقليل من أحجار الجير والمتبخرات أما الصخور التي ترسبت في الحقب المتوسطة فتتألف إجمالا من الحجر الجيري الطفل وأحجار الرمل ورمال السيليكا فيما تتكون صخور حقب الحياة الحديثة من أحجار رمل وغرين وأحجار الجير وقد تكون النفط في الطبقات الرسوبية الغنية بالمواد العضوية وذلك بفعل الضغط والحرارة الواقعين على الرواسب المطمورة كما هو واضح معنا في الشكل 5-6 تجمعات حقول النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وإضافة إلى النفط من زيت وغاز تحتوي طبقات الصخور المسامية في الرفع العربي أعزائي الطلبة على خزانات مهمة للمياه الجوفية أهمها خزان الوسيع وخزان المنجور في المنطقة الوسطى من المملكة وخزان مرضمة في الجزء الشرقي منها وخزان ساق في الوسط والشمال الغربي وخزانات طبقات مجموعة الوجيد في الجنوب والرفع العربي أعزائي الطلبة غني بثرواته الطبيعية وخاصة اللافل الزية منها كالفوسفات والبوكسايت والكاولينيت والأملاح والجبس بالإضافة إلى النفط وغيرها كما أنه يحوي صخور البناء والزينة كأحجار الرمل وأحجار الجير ورمال السيليكا وغيرها الشكل 6-6 يبين شحنات الفوسفات من شمال المملكة في تقويم الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي وينكشف أوضح تماس بين صخور الدرع العربي وصخور الرف العربي الذي يقع إلى الشرق منه عند مدينة جدة أم مدينة الرياض أم مدينة المزاحمية أم مدينة القوعية أحسنتم بارك الله فيكم مدينة القوعية رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي هو تتابع من الصخور الرسوبية التي ترسبت على اليابسة وفي المياه الضحلة وتمتد أعمار الصخور فيه من عصر الكامبري إلى الفترة الحديثة أي أن أعمارها أقل من 540 مليون سنة هل هو الدرع العربي أم الرف العربي أم الصخور الرسوبية أم إقليم الكثبان أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو الرف العربي الخلاصة رقم 1 يقسم الجيولوجيون المملكة إلى أربعة أقسام جيولوجية بالنسبة لصخورها رقم 2 أغلب إقليم الدرع العربي في قرب المملكة العربية السعودية وهو ضيق الاتساع في الشمال والجنوب رقم 3 ويقسم الجيولوجيون الدرع العربي إلى ثمانية أقسام جيولوجية 4 يقى إقليم الرفع العربي إلى الشرق والشمال والجنوب من الدرع العربي ويشكل نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية وقاعدته إقليم الدرع العربي نفسه شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته